تحت رعاية صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حقق فريق فيكتوريس وكي اتش كي بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملكي للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وسمو الشيخ غالد بن حمد الخليفة أن أبل أول رئيس المجلس الأعلى لشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وكريستين بلومنافليت المركز الثاني على مستوى الفرق في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي وذلك بمشاركة أكثر من ألف وواحد وستين لاعبا ولاعبا يمثلون أكثر من سبع وسبعين دولة من مختلف دول العالم وشارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في سباق الدراجات واستطاع أن ينهي السباق بسرعة فائقة ساهمت في حصول الفريق على المركز الثاني إضافة إلى تميز سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في مسابقة السباحة ولعب دور بارز في تتويج الفريق بالمركز الثاني قبل أن يتألق النرويجي كريستين في سباق الجري وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد عن سعادته بهذه النتائج التي جاءت بجهود كبيرة لسمو الشيخ خالد بن حمد وكريستين في فئتي السباحة والجري مشيرا سمو إلى أن هذه النتيجة تعكس الإمكانيات العالية التي يمتلكها الفريق ساهمت في التتويج بالمركز الثاني وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد بالعودة القوية لسمو الشيخ خالد بن حمد في رياضة السباحة وتألق سموه الكبير ومساهمته بحصول الفريق على المركز الثاني مشيدا سمو بذات الوقت بجهود البطل العالمي كريستين في الجري وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن مملكة البحرين سجلت نجاحا جديدا يضاف إلى سلسلة الإنجازات في تنظيم بطولة الرجل الحديدي للمرة السالسة في تاريخ المملكة مما أسهم في تسليط الضوء على المملكة بشكل كبير وتأكيد جدارة الكفاءات البحرينية في تنظيم البطولات العالمية وهو ما سيكون حافزا للمزيد من التقدم والازدهار للرياضة البحرينية خلال الفترات القادمة موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة